أدان التجمع اليمن الإصلاحي بمحافظة الحديدة جرائم ميليشي الحوثي في حق الأرض والإنسان ودعا أبناء تهامة إلى استلهام معاني العيد وتعزيز قيم التراحم والتكافل والتعاون بين كافة المواطنين وقال إصلاح الحديدة في بيان بمناسبة العيد إن ميليشيات الحوثي الإرهابية مصرة على المضي في تنغيص حياة المواطنين ومصادرة أضاح الفقراء لصالح جيوب وكروش قادة الجماعة التي أمعنت في نهب الحقوق الخاصة والعامة ومصادرة فرحة المواطنين ودعا الإصلاح أبناء تهامة وكافة المكونات التهامية ومؤسسات المجتمع المدني إلى توحيد الجهود ونبذ الخلافات وتمزيق الروح بل وتعزيز الروح الوطنية الواحدة لمواجهة ميليشيات الحوثي الإيرانية والمضي في مسار الحسم والتحرير وثمن الحراك الشعبي في محافظة الحديدة وقال إنه مقدمة لتوحيد جهود كافة أبناء الحديدة وخطوة صحيحة في مسار رص الصفوف وتوحيد الجهود لما يسهم في التسريع بتحرير المحافظة من براثني ميليشي الحوثي المتمردة على مبادئ السلام وأستنكر إصراح الحديدة صمت المجتمع الدولي إزاء عمليات القتل والنهب والسلبة التي تمارسها ميليشي الحوثي بشكل يومي وتدميرها للخدمات العامة ورفضها صرف رواتب الموظفين وطالب كافة الجهات المحلية والإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتهم إزاء استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في تصعيدها العسكري وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وتحويل المناطق المشاطئة إلى قاعدة خلفية للمشروع الإيراني لتهديد الأمن الوطني والإقليم والدولي ترجمة نانسي قنقر